اشتركوا في القناة ترجل تونسي لعوافي لأول مرة وسينشط الناخب الوطني ندوة صحفية الأحد القادم بالمركز التقني سيديموسا عشية السفر إلى غينيا الاستوائية للدخول في تربص مغلق بالعاصمة مالابو قبل مواجهة الأسود غير المروضة في لقاء الذهاب بملعب جابوما نشر مهاجم الخضر بغداد بنجاح ستوري عبر حسابه الأنستغرام عقب إعلان بالماضي عن تشكلة المحاربين التي ستواجه الكاميرون في المباراة المزدوجة بعد أيام وتمنى سفاح التوفيق لرفقائه في المنتخب متمنيا في نفس الوقت أن يتولى والمسؤولية على أتم واجهه ويحقق التآهل للعرس العالمي يعتبر اللاعب السابق للمنتخب الوطني عبد الحاكم سرار في تصريحات خاصة بها قناة جلد زاد بأن القائمة التي كشف عنها الناخب الوطني جمال بالماضي منطقية وعادلة وبخصوص عدم استدعاء بغداد بنجاح قال سرار بأن الأمر منطقي خصوصا وأن هذا الأخير لم يقدم ما كان منتظرا في كان الكاميرون قال الصحفي سامير العمار رئيس تحلل القسم الرياضي بجريدة لبرتي في تصريحات لقناة جلد زاد بأن التغييرات التي أجراها بالماضي على قائمة المتخب الوطني قبل موقعة الكاميرون منطقية ومنتظرة كما أن أرضية الميدان هي التي ستحدد مدى نجاعة اللاعبين الذين استدعاهم أضمن أن بعد المكسى التي أصدرت في الدولة كان من الطبيعي أن الفريق الناخب الوطني يحدث تغييرات يحدث تغييرات لشيء والبطني لأنها تشعر في تحديث أي نفس النتائج هذه التغييرات لا يبدو أن تكون مؤثرة أو لا 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 لأن لا تكون مؤثرة أو لا 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 يسمع لي الآن يجب أن نتوقع الآن من المتخب الكاميروني أمبرواز أيونغو بأن منتخب بلاده سيكون جاهزا لموقعات الخضر لاقتطاع تأشيرة التأهل مونديا لقطر بالرغم من الانتقادات التي طالتهم وأكد أيونغو بأن الكل يدرك ما ينتظره أمام الجزائر وسيعملون كل ما في وسعهم للعبور على حساب الأفناك كشفت صحيفة بيلد الألمانية بأن إدارة فريق بوريسيا مونشن جلدباخ لا تنوي تمديد عقد الدولي الجزائر رامي بن سبعين الذي ينتهي العام القادم وفادت الصحيفة ذاتها بأن إدارة مونشن جلدباخ تفكر في بيع اللاعب للاستفادة منه ماديا بسبب الضائقة المالية التي يمر بها النادي الذي يعاول على بناء فريق شاب بداية من الموسم القادم تتواجد أرضية ملعب جابوما بدولة الكاميرونية في أحسن حال مقارنة بكاس أمم إفريقيا الآخرة وأظهرت عدة فيديوهات تحسن الأرضية التي اكتست حلة مميزة وهو ما سيخدم أشبال بالماضي للعودة بنتيجة نجابية قبل موقعة العودة بملعب مصطفى شاكير بالبوليدا انتهت مباراة قمة الجولة الثانية والعشرين بين مولودية الجزائر وشباب قسنطينة بنتيجة التعادل السلبي وحقق أولمبي شلف الفوز بثنائية نظيفة على أمل الأربعاء فيما فاز نجم مقرى بثنائية دون رد على الضيف أولمبي المدية في حين عاد أتليتيك بارادو بالفوز من تلمسان بثلاثية مقابل هدف على حساب الويداد واعتل شباب الوزداد الريادة باثنان وأربعين نقطة بفارق نقطتين عن الوصيف مولودية الجزائر فيما حل بارادو ثالثا برسيد تسع وثلاثين نقطة مؤقتا ويقبع ويدات تلمسان في المركز الأخير بعشرة نقاط فقط وسريع غلزان في المركز السابع عشر بستة عشر نقطة في حين يحتل أولمبي المدية المركز السادس عشر برسيد سبعة عشر نقطة مؤقتا ويبقى الثلاث مهددا بالسقوط في حالة ما لم يتدارك الوضع اشتركوا في القناة